المستشار وحكمه والمستشار اللي وفر على نادي الزمالك ما شقت الصفر والفلوس والكلام ده كله وبعد جاب الفريق الصومالي دفع له خمسين ألف دولار علشان يلعبوا المباراة في القاهرة النادي الأهل الحمد لله ما دفعشي ما دفعش ولا جنيه لكن الزمالك زي ما قلتلك قبل كده يا جماعة يعني بقى خلاص نحفظ بقى الله يصلح لكم نحفظ الكلام ده علشان لما تيجي تتعامل مع أي حد زمالكوي تبقى فاهم وعارف وعقليته إيه تمام الأهلي حلال الأهلي حرام لكن الزمالك حلال حرام الزمالك حلال الأهلي حلال مليون حلال فلازم نبقى إيه فاهمين الزمالكوية بيفكروا إزاي علشان ما نجيش نتصدم ونتفاجئ من أي تعليم فأنا بقول لخالد الغندور معلشي في حاجة اسمها كينة كومب حلو بتريح والله وبترخي وبتشيل التسلخات دي لكبار السن زي حالتك كده محتاجين يشربوا كركديه كل فترة لأن الضغط بقى وحش جدا لأن الضغط بصراحة بقى وحش وضغط الدم والكلام ده كل اللي بتعمل ضغط عصبي وممكن يجي لك جلطة يعني ولا حاجة لقدر الله المدرب اللي هو اسمه أسيريو ده ما عندوش أي شخصية مدرب ما عندوش أدنى درجات الكرامة ليه؟ الماتش اللي فات عمل فيها سبع الرجالة مع بعض عمل فيها سبع رجالة في بعض استبعد الولد اللي اسمه حسام عبد المجيد وقال أصل اعترض علي طيب معنى إن لعب يعترض على قرار مدرب معناها حاجة بسيطة جدا إنه لازم يكون فيه عقاب فني لازم يكون فيه أرصة ودنه وأرصة جديدة ليه لأن اللاعب ده بيفتح الباب لغيره وبيفتح المجال لباقي اللاعبة إن كل لعب مش هيبقى عجبه التشكيل أو يطلع بره التشكيل هيزعق ويقل لأدبه لكن اتفاجئنا كلنا إن انبارح في مباراة المكولون إنه أسيريو في مباراة المقولية العرب بيعيد حسام عبد المجيد لدفاع نادي الزمالك في التشكيل الأساسي هي دي شخصيات ممكن تلاقي مدرب شخصيته قوية جدا يقول لك لأ والله ما ينزل الملعب تاني وفيه مدرب شخصيته القيوت يعني يقول لك مش مشكلة هاتو احنا محتاجينك وفيه مدرب يبقى يقول لك يعني ويعود يقل لأدبه الأول مطش مطشين كده تلاتة علشان أعرف غلطة وبعدين رجعوا للتشكيل الأساسي عايز أقول لك إن الكابتن محمود الخطيب قبل دعوة السيد ناصر الخليفي المليارديل القطري رئيس نادي باريس سان جرمان الكابتن محمود الخطيب واحد من أساطير الكرة المصرية والأفريقية والعربية ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جرمان والكابتن محمود الخطيب بقاله فترة موجود في فرنسا للعلاج فترة علاجه بإذن الله تكلل بالنجاح والاتمئنان على صحته ودي أهم حاجة بالنسبة لنا أهم حاجة نتطمن على الكابتن محمود الخطيب وياريت كل اللي بيسمعني ينزل في التعليقات يدعم الفيديو باللايك ويوصل الحلقة لكل الناس عشان جماهيري النادي الأهل كلها تدعي بالشفاء العاجل لأسطورتنا ورئيس نادينا الكابتن محمود الخطيب لب دعوة ناصر الخليفي لحضول كلاسيكو الكرة الفرنسية مباراة باريس سان جرمان وأولمبيك مارسل والمباراة التي أقيمت بالأمس وحضرها الكابتن محمود الخطيب طبعا كان فيه استئبار رسمي من رئيس ومالك نادي باريس سان جرمان في المأسورة الرئيسية للمباراة خالد طلعت يعني أنا نفسي أفهم خالد طلعت ده بيفهم منين من أي اتجاه يعني البشر كلهم بيفهموا عن طريق العقل والمخ خالد طلعت ده سؤال أنا عايز أفهم هل خالد طلعت بيفهم من حتة تانية ولا بيفهم زينا تمام ياريت الأستاذ خالد طلعت الناقد الرياض المعروف المخترم يطلع يقول لنا هو بيفهم الكلام من أي حتة الصفحة الرسمية للنادي الأهلي نزلت معلومة إن حسين الشحات هدى في الجيل الحالي بسبعتاشر هدف في البطولات الإفريقية فطلع خالد طلعت قالك أنتم حزبين له إزاي الإجوان بتاعة الدورل 32 في السنة اللي فاتت قناة الأهلي قالت إن كهربا هدى في دوري أبطال برصيد كذا هدف مش جونيور ولا صامبو ولا فيستون مايلي مهاجم يانج أفرنج ولا اللي كانوا مسجلين سبع أهداف وقالوا ساعتها إن أهداف دورل 32 ما بتتحسبش طب أفهمه إزاي بص يا أستاذ خالد يا حبيبي عشان الواحد بصراحة عنده السكر والضغط علشان الواحد ما يجيلوش مرض تمام فوق اللي عنده ما بين سباق الهدفين للبطولة وفيه فرق ما بين السجل التاريخي للبطولة السجل التاريخي أي حاجة بتتأيد فيه جبت جون جبت في نفسك جون بتتأيد ده تاريخ لازم يتسجل حتى لو انتقاط حد من شوبير لأوسيريو الكابتن أحمد شوبير عنده انتقاط حد لأوسيريو بعد تعادل الزمالك أمام المقولون العرب لازم تعرف قيمة النادي الكعلام الكبير أحمد شوبير بينتقد الكولومبي خوان كارلس أوسيريو المدير الفني الفريق لنادي الزمالك وانتقت تصرفاته خلال مباراة الفريق أمام المقولون العرب اللي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق الكابتن أحمد شوبير بيقول في تصريحات تلفزيونية بالبرنامج بتاعه على ملعب أون طايم سبورت عبر قناة أون طايم بمناسبة الحديث المسموع لأمين عمر ومحمد عادل حكم الفار في مباراة الزمالك هناك مدرستين في هذا الأمر في مدرسة بتسمح بإزاعة الحوار وأخرى بترفض ولكن أمر مبارح مسموح به تابع مستر أوسيريو قال ريحت السلاسي دونجا وعمر جابر والمسلوسي علشان ألترا سولار لازم تعرف قيمة الزمالك وجماهيره وهو نادي كبير وحاصل على بطولات ما المانع ان هم يشاركوا في كل المباراة الكابتن أحمد شوبير بيشدد كان فيه خلل بالشوت الأول عندك تمام وما تحرقش الولاد الصغيرين إشه لاعب هاير ومهاري وبيسو يبدو كده إنه لاعب جيد إنت بتحرقهم وغيرتهم بين الشطين